لم يكد الشاب فيصل الطالب بكلية الطب والنازح من الخرطوم إلى مدينة بورتسودان بعد أن فقد كل شيء تقريبا وتشردت أسرته لم يجد بدا من العمل لإعالة أسرته بعدما فقدوا مصدر دخلهم في العاصمة إحنا طلعنا بين الخرطوم طبعا بملابسنا بس حقيقة يعني وما إحنا بس ما أنا وربيع بس لا الاسطاف حقنا برضو كل زول عنده قصة خاصة بيه يعني في اللي انطرد في اللي كل زول بقصة يعني فالنازل كلها مرقت بينما العبيسة بس استطافنا طبعا فيه والدكتور فيه والمهندس فيه الخريج العيتي ما شاء الله كلهم يعني معحلاتهم عالية شديد فالحرب دي لما كنا هنا تحت سقف واحد تحت مظلة واحدة وهدفنا كان واحد بس ننجح بالمشروع دي يعني ويشارك فيصل زملاءه وأصدقائه الذين نزحوا أيضا وهم طلاب بجامعات الخرطوم المختلفة في هذا المطعم الصغير حيث يقدمون فتة الفول والعصائر والحلويات بينما ينتظرون إلى أجل غير مسمى توقف الحرب والعودة إلى دراستهم في جزء شغال امتحانات الساعة حاليا في جامعات يعني مؤجرة لا مراكز تحت امتحاناتين في برستان بيقروا أونلاين في جزء شغال بيقروا أونلاين في جزء بيفتش على سلسة شفلو جامع هنا في برستان فغايته هو شباب حقيقة كده في الجزء يتخرج في جزء ليست بيقر يعني وأرمي لقدام بزي ما بيقول يعني لينه نو ياهو كنت عندنا في البداية عندنا الفكرة على أساس نسافر ونشيل شهادات نديو ونفر يعني بعد ذلك تبدأ لك بداية جديدة ياهو بس السفر ذاته حصلت فيه شوية عرغلات كده فبقينا قاعدين يعني بعد ذلك تولدت الفكرة واستغرين الحمد لله وتعد مدينة بورتسودان واحدة من الولايات التي لجأ إليها معظم النازحين من الولايات المتأثرة بالحرب وشهدت المدينة انتعاشا في حركة التجارة بعد أن استقرت بها أسر عديدة إضافة لحركة المسافرين منها وإليها بعد أن فقدوا كل شيء بسبب الحرب في الخرطوم يحاول فيصل وزملائه من خلال هذا المطعم الصغير البداية من جديد علهم يعوضون بعض ما فقدوا لقناة اليوم محمد العبادي بورتسودان